السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد الفيديو اللي فاتت شفنا خلاص ازاي بقدر اكاري الداتا بيز وبقدر اكاري التابل وكان المفروض ان انا في الفيديو ده ابدأ اشوف ازاي اقدر انا اريتريف او ارجع داتا بالداتا بيز بس احنا نصف من الداتا بيز بتاعتنا لسه فاضية فاحنا لسه مشوفناش ازاي نرسلت الداتا في الداتا بيز ودي طبعا كانت غلطة في ترتيب الباور بوينت ولكن في الفيديو ده انشو الله رب العالمين هنتكلم ازاي نقدر ننسرت داتا ازاي نضيف داتا في الداتا بيز بتاعتي خلنا كده نبص عشان خاطر انسرت او اضيف داتا جوا تابل فانا استخدم الستهتمنت اللي اسمه انسرت انتو يعني انسرت الداتا دي او انسرت انتو التابل الفلاني الداتا دي عشان خاطر اقدر ان انا اقدر اباسه متغيرات يعني مثلا لو انا بتعامل مع داتا بيز دي في برنامج ديس كتوب فانا مثلا العميل بيضيف مشتريات معنا زي اللي احنا نعمل بيو اس بيمتفسير فانا عميل بيضيف مشتريات فانت طرح تخزينها في الداتا بيز وقتا المشتريات دي جاية الرقم اللي اعد عل الكشير هو اللي اعد عل حساب هو اللي بيضيفه فوقتا القيم دي بتيجي مليوزر فلازم انا اخد القيم الليوزر راح اضيفه فعشان اخد قيم مليوزر واخد القيري بتاعي فانا هافصل كل واحدة فيهم في سطر الوحيدة وبعد كده اروح انفز الكوملة الثانية يعني مثلا انا عندي هنا في المثال ده اده الكوري بتاعه insert into movies وبعد كده بقول له روح اضطيه في ال name وفي البلط والكومة اللي جايلي اللي ما دول دول فرمات سترينج يعني دول هيعوض عنه وعكا بقول له الداتة بتاعتي هي الداتة انا بعد كده هجيبها من نسكوتوب او هجيبها من جانجو او اين كده انا استخدمه فبقول له الداتة هي والله الفيلم الفلاني والقصة الفلانية تمام وبعد كده اقول له روح نفز السيكوال ده مع ال data دي فالكومة الاولية هنا في الداتة تروح تعاوض مكان اول كومة في الفرمات سترينج تاني كومة تروح تعاوض مكان طول كومة عادي خوضه طيب تعالى من نفز ده هجينا هنا انسك ده هاجي اكارية ملف جديد اعاون زيله خمسة واسميه insert data ضب بي وي واضيف ال data او خلاص وتمام هشيل انا بقي ايه هشيل جملة دي وابدا انا هشيل الكويري ده عشان اكتب الكويري بتاع الجديد اعاوز اكتب الكويري بتاع الجديد فاعوز insert data طب قلنا دلوقت ان احنا نفصلهم لسطرين فاجي اقول لك اشيل بقى الدبل كود والسنجل كود دي وتعالى نحط السطرين بتاعهم اول حاجة ده السطر بتاع ال SQL وده السطر بتاع data تمام سطر بتاع ال SQL ده اللي انت هتكتب جملة ال SQL اللي انت عاوزها واللي احنا نجتم بسل insert into وبعد كده table list moves روح ضفلنا في الجدول list moves طب هتضيف ايه الجدول اللي اصلا فيه عمودين ال name و plot هتقول له name و plot اللي هي الحبكة اللي الفنية بتاع الفين حل؟ طيب وبعد كده انت قلت له insert ومحتاج بقى تقول له ايه محتاج تقول له ايه القيام اللي انت هتعملها هتعمل هتعمل insert فديه values هيا واده اول قيامه format string واده تاني قيامه format string كان ممكن انا اشهل ال format string ده واكتب مثلا اسم الفيلم كذا و ال plot بتاعته كذا وراح هنفز ال query او هيتنفز بس لو انت عاست هتدوله بقى كمه متغيره اليوزر هو اللي يدخلها فهنا بصابل طرقات طيب ايه تاني حاجة؟ طبعا ما تنساش هنا ان انت بتبصيله ال SQL و data مفيش اي مشكلة خلص طب عاست هنا بقى ابص data هفتح ايه تيوب العادي واكتب اسم الفيلم مثلا وانا افترض انجيبه ال powerpoint اللي هو now you see me مثلا ونقول له now you see me الحبكة الفنية مثلا اين كان اللي هو في المسرق انا مش عارف avenger's movie اين كان adventure movie مثلا البديل حبكة الفنية بتاعته تمام؟ طبعا ثلاثت روح تلترون روح ضيف في الجدوة list movies الاسم في العمود الاسم واسمه وفي ال plot اللي عمود الاسمه اللي هو الحبكة ضيف لي القيم دي و القيم دي جاي طبعا من data بروح هننفذ ال query اعازة print هنا مثلا هقول له مثلا data inserted ونشوف تعالى كده نظيف لو احنا جينا طبعا لو احنا جينا هنا في الموفس وعملنا refresh اهو وعملنا استعراض لجدوة الموفس ده الاول مثلا الف كوما مش هتلاقي حاجه طيب يلا بقى ننفذ ال code بتاعنا هقول له بيسوم وبعد كده زيرو تقريبا خمسة وهو insert data وقضت enter فطبعلك ايه data inserted يعني هو فعلا روح اضافها في ال database طيب لو انت جيت هنا بقى عملت refresh وجيت انت على الجدوة الثانية وعملت اول الف كوما هتلاقي مفيش حاجه برضه مش فهم مش هو طبعلي هنا data inserted طب ما المفروض ال data تكون ظهرت ليه ما ظهرتش اقولك كده ما ظهرتش مش احنا قلنا في اول حاجة خالص قلنا ان ازاي بنعمل اتصال بال database قلنا ان انا لو انا هتصل بال database واعدل حاجة عليها يعني انا ممكن اروح اتصل بال database ارجع معلومات مثلا لكن في نفس الوقت ممكن اتصل بال database عشان اضيف معلومات او اعدل معلومات فوقتها لازم اقول له commit لازم اخليه يسايف المعلومات دي في ال database فلازم اجي انا هنا بعد ما هنخفز في الاخر خالص اهم راح اقال له بقى mycon ال connection dot commit روح احفظ لي دول في ال database يعني مش فهو دولوقتي بيتنفسه بس ما بيتسايفهش في ال database لك انا عاوز مدلقتي اشوفه مع ال database فكده خلاص كده هتنفسه طب تعال لك انا ننفس الامر تاني اقال لك في مشكلة ايه انا كاتب بين كلمة الكمنات غلط اه بس هنفس تاني فقال لك data insertion طب تعال بقى هنا في ال database نجيب اول الف كومة شايف قال لك او now you see me وال plot بتاع طولي adventure movie ظهره يبعنا اللقات عرفنا ان احنا ايه نضيف فيلم طب تعال نضيف كمان فيلم فنقول له مثلا فقال 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 او راح انا ننفس ايهلك data inserted تاج اتجيب اول الف كومة هذا الروم لك على اوه تمام كده؟ تمام طالب لو تلاحظ ان انا لو عاوز اجيب اخر رو او اخر عمود انا عدلت عليه بجيبه عن طريق الرو count يعني لو جيت اطبع هنا بقول له ان هو myCursor.ru count فده اخر حاجة انا عدلتها فيه طالب نضيف فيلم تاني فنقول له مثلا اي فيلم مثلا اي فيلم طيب نقول ايه faircounter نسمي مثلا magic movie فتعلي كده ننفذ فقال لك رقم واحد ده اخر record اتعمال له insert ليه؟ مش خاطر ان انا نضيفين كم واحدة بس طيب تعال كده refresh فبقى عندي الثلاثة موفي طيب منصفة في ال data base فانا هستخدم حاجة اسمها insert execute mini ليه ده المكان execute وبقى بقى عندي listة من data مش مجرد data واحد بمعنى انا عندي data ايه احولة list اده list اهو اهو تمام كده طيب بعد بقى ده اول كمه في ال list listة الحمدلله وبدأ انا اضيف هنا الكيمة الثانية وافصل بين كل كيمة وكيمة بقومة عادية خطس فمثلا نضيف ايه fill مثلا نجيب ايه fill ده اي افلام بتيجي في دماغي انا بضيفها عادية فانت اضيف طبعا نضيف demo data مثلا تمام وبعد كده نضيف مثلا طبعا نبدو لكلهم يعتبروا مسلسلات بس احنا ايه انا اكبر دبعا نحن احنا اعزون منه اي data تمام طبعا نضيف فخلينا كده نسايف دول فاناللوقات انا عندي عندي شوية data هما موجودين في list وعايز بقى اروح انافزهم على data base انافزها كتر من واحدة طبعا ناجي مكان ال execute دي انا مش محتاج execute بس انا محتاج execute mini فتبقى كده عشان خطر بس الحاجة تتنفس طبعا طيب حاجة انا هنا اعمل clear وهنفز الامر تاني فقال لك data inserted وطبع لك تلاتة لاحظت حاجة؟ الرقم اتغير ليه؟ عشان هو اعمل insert لتلات كيم فطبع لك ان انا عملت insert كيم طب لو انا جيت هنا في data base بقى وعملت انا اول 1000 كيمو دول اول هتلاقي شو بقى عندي كام فيلم وبقى دول كتير هما ليه؟ عشان هو خياد اللي كانوا موجودين في data في اللي هي ال list دي وراح اضافه طيب خلينا ننسى خطر ده عشان احنا اعدلنا على الملف اللي كان موجود ونرجعه زي ما كان عشان ايه؟ الملفات تكون موجود بس كده وطعال هنا نكارية ملف جديد ونسميه 06 ونسميه insert mini بالby ونضيف الكود ده تمام طيب تعاقنا نرجع الكود كل الفكر ان انا باجي insert فابعتولي list و list دي فيها قيم والقيم دي ممكن انت تكون مرجعها من data base مثلا او من اي مكان ليه ال data دي او ال data دي انت مرجعها مثلا لو انت عندك table مثلا في ال disk top ومرجع كل data اللي في table فانت بتلوب عليها فبترجع كل data في list مثلا فيبع عندك list اتعاوز بقى تروح تضيف ال list دي في data base فهو تروح تضيفهم ان انا هعمل لهم للعمر بتاع ده ولل data كلها دي فيروح لكل صف في data دي انا روح يضيفه في data base مفيش عند اي مشكلة خالص طيب دلوقات خلاص شوفنا زي بقدر insert وبعد insert حاجتين طيب اذا انا اعاوز اجيب inserted id اللي هو اخر حاجة ال id بتاع اخر كوما طيب هاجي هنا نقوم بعمل my cursor dot row count انا هعمله بقى last row id بس طيب اعزين نغير الحاجات دي فانحنا ممكن نجيب مثلا idać مثلا بس مش مشكلة بس مش مشكلة ونجيب مسلا اي حاجة تاني ممكن نجيب اي حاجة بس كده اي دات يعني طبع بالوقت اروح ان ننفذ فاول بايسون مارت 0.6 انتر في مشكلة بقول لك اي حاجة الاتribute last row id فاخدلينا mycursor.last row id row type ده region break 2 وده wicons 2 مثلا فبقول لك ايه راح اعمل اون دات insert it وبجبلك last row id 0 طب خديني كده نراجع ممكن عشان احنا عامنين insert الاكتور من كيما فجايب بتاع اخر واحدة فينا مرحوزها في insert mode than one row ده يعني انت لو عملت insert الاكتور من كيما ال id بتاع اخر كيما هو اللي هيرجع طبعه بس المفروض 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 يبقى حاجة type طب تمام خلينا نشوف دي بعدين بس كده الدنيا بالنسبة لنا واضحة ان انا اقدر insert سواء insert كيما واحدة يعني insert soft او ان انا insert listة كاملة من الكيام تمام طيب الوقت الفضل عندي يبقى المفروض الوقت ابدأ اشوف ازا اقدر retrieve المعلومات اللي احنا دفناها في ال database دي ازا اقدروا اشوف ان انا اريتريفها بال database واقدر ان انا اريتريفها بالنسبة لان بقى ان انا اريتريفهم تصعودي وتنزولي وافلتر وسرش وواهم وانفذ شوية تاكتير كده عليهم اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الجاي طيب اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي كان معكم محمول احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته